إلى موضوع آخر الآن حيث أكد عبد الكريم يلس المدير والعام لمركزي البحوث في الفلك والفيزياء الفلكي والجيوفيزياء أكد بأن الهزات الأرضية الأخيرة لا علاقة لها بالموقع الجغرافي لمدينة مروانا الغنية بالمياه الجوفية تغطية لإكرام طباوية مروانا نرى مروانا كما قالك سلسلة جبلية التكتونيك ومنها معرفة يعني ضغوطاتهم منها تكتونيك يعني كهزام في حمام نفس الشيء اللي كونتخين تكتونيك ضغوطات تكتونيك ما نداش ما تفسر دوتو يعني تسرب تعلمية في هالمنطقة يعني مثلي إذا في كل يعني تسرب مياه أو لا خرط فيه زلزال ما لا يتكون داواء سهلة هذا وفتح هذا المتحدث يلس المدير والعام لمركزي البحوث في الفلك والفيزياء الفلكي والجيوفيزياء فتح النار على الباحث لوت بنطير وقال بأن كلامه لا أسس له من الصحة ولا يرتكز على أسس علمية إكرام طباوي ثانية إذا فيه تصريحات تعقو ناس لأولا غير معطرفين على المستوى الجزائري أو العالمي حول هذا الزلازل ويتكلموا عن الزلازل بأي برهان بأي دليل موسيقى موسيقى موسيقى